اهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند وفقرة مهمة جدا والجماهير بتهتم جدا بعضك التفاصيل والمعلومات اللي بتقال فيها لكن في البداية واحنا محتاجين نبدأ بفقرة ترند الترند لازم الأول نطمئن على سلامة المهندس خالد مرتجي والحمد لله خلال الساعات القليلة الماضية نشر تويتر عبر تويتر وطمنا على صحته طبعا الفترة الأخيرة كان بيعاني من أزمة صحية بسبب تعرضه لفيروس كورونا وكانت فيه إصابة بسبب فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة هو أسرته لكن الحمد لله من خلال تويتر اللي كتبها عبر صفحته والتغريدة اللي نشرها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم طمنا على صحيته خلال الفترة الأخيرة وأصبح الحمد لله بحالة طيبة وحالة صحية جيدة في نفس الإطار وحنا بنتكلم على تويتر المهندس خالد مرتجي واطمأننا على سلامته وعلى صحته بعد الإصابة بفيروس كورونا هذا الفيروس اللي عيني للأسف للأسف يعني ناس كتيرة تعرضت للإصابة بيه خلال الفترة الأخيرة وللأسف برضو فيه ناس يعني فقدناها وكان أبرزهم طبعا الكابتن عزمي مجاهد وبنقول طبعا بالمناسبة دي لأمير البقال الله في الكابتن عزمي لكن الحمد لله يمكن الأمر المهندس خالد مرتجي طمنا على صحته وخرج منها سليما الحمد لله وفي نفس الإطار وحنا بنتكلم على صحة المهندس خالد مرتجي النهاردة كان فيه شيء جيد جدا لما شفناه بقى في مقر النادي الأهلي بالجزيرة على هامش اجتماع مجلس الإدارة والنهاردة كان موجودة هو زمن تقدمكم على الشاشة هو قدامكم وصول المهندس خالد مرتجي إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة وحرصه على التواجد في اجتماع مجلس الإدارة واطمأننا على صحته وسلامته كتب التويتر واطمأننا عليه لكن طبعا لما نشوفه صوته صورة طبعا ناطمأننا عليه أكتر ووجوده بقى داخل النادي الأهلي وأول ما الحمد لله بقى كويس على طول ما يقدرش يبعد عن النادي الأهلي وأي واحد عاش ما بين جدراني النادي الأهلي ما يقدرش يبعد عن النادي الأهلي لحظة واحدة ولا يوم واحد ألف مليون سلام عليك يا وزير خارجية الأهلي يا بش مهندس خالد نجل الفريع عبد المحسن كامل مرتجي أحد الرموز الكبيرة في النادي الأهلي الحمد لله على السلامة مش مهندس